بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في درس الأسئلة على شبتر quality management السؤال الأول When a product or service completely meets a customer requirements لما يكون منتج أو خدمة قابل أو يعني بتحقق بشكل كامل المتطلبات بتاعة الكustomer يبقى كده Quality is achieved ولا the cost of quality is high ولا cost of quality is low ولا the customer pays the minimum price طبعا cost of quality مالهاش علاقة يعني ما قالش ان هي high ولا low دي حاجة مالهاش علاقة طب هل الجودة تم تحققها ولا the customer pays the minimum price لا مش شرط minimum price ممكن يبقى دفع سعر أعلى بس هو أخذ المواصفة اللي هو عايزها فبالتالي quality is achieved الإجابة هي الأولى السؤال الثاني to what does the following definition refer التعريف التالي بيشير لي إيه the point where the benefits or revenue to be received from improving quality equals the incremental cost to achieve the quality the point النقطة اللي عندها الفوائد أو العائد to be received from improving quality اللي هي يجي من تحسين الجودة equals the incremental cost to achieve the quality يساوي تماما ال incremental cost لإننا أحقق الكواليتي طيب كنا تكلمنا على النقطة دي النقطة اللي عندها خلاص لو أنا زودت increment زيادة في التكاليف عشان أزود في الجودة ده هيكون مالوش عائد أو مفيش benefit جاي من كده هل النقطة دي هي quality control analysis أو التعريف ده هو quality control analysis أو marginal analysis أو standard quality analysis أو conformance analysis طبعا الإجابة مباشرة هو marginal analysis تحليل الحدي بتاع الجودة مقصود بأن أوصل للنقطة اللي عندها لو حسنت زيادة في الجودة أنا مش هستفيد ماديا أو مش هستفيد benefits أو عائد زيادة عن اللي وصلني خلاص طيب السؤال الثالث who is ultimately responsible for quality management on the project مين المسؤول مسئولية تامة أو المسئولية الحدية عن إدارة الجودة في المشروع هل project engineer ولا project manager ولا quality manager ولا team member سؤال مباشر وقلناه برضو في المحاضرات الproject manager هو المسؤول ultimate responsibility وإن كان ممكن أن التيم يبقى مسئول لكن مسئوليته نبعه من أو من تحت مسئولية مدير المشروع يعني مدير المشروع لو شايفه مش كف فهو ممكن أنه يغير الرسورس ده أو يغير الشخص ده اللي مش عارف يشوف الجودة بشكل كويس من أفراد الفريق لكن المسئولية النهائية في النهاية المسندة مسندة لمدير المشروع السؤال الرابع A project has faced major difficulties in the quality of its deliverables في مشروع بواجه أو واجه مشاكل كبيرة في جودة المخرجات management now states that quality is the most important project constraint الإدارة بتقول دلوقتي إن الجودة هي أهم قيد من القيود بتاعت المشروع أهم شيء في المشروع If another problem with quality were to occur What would be the best thing for the project manager to do لو في مشكلة هتحصل خاصة بالجودة ايه أفضل حاجة What would be the best thing for the project manager to do ايه أفضل شيء بالنسبة لمدير المشروع انه يعمله وناخد بالنا برضو من النقطة اللي كنا بنقولها best بالكابتال إذا يقصد إنه ممكن أكتر من إجابة تنفع بس هو عايز أفضل حاجة يعني أفضل حل ممكن مدير المشروع يعمله طيب الإجابة الأولى fix the problem as soon as possible يعني يصلح المشكلة على يعني مجرد بس إنه يبص المشكلة ويصلحها بأقصى سرعة allow the schedule to slip by cutting cost يسمح ليه الجدول إنه يبقى فيه ينزلاق وتأخر by cutting cost بإنه يقطع التكليف أو يقلل التكليف allow cost to increase by fixing the root cause of the problem يدور على إيه هو السبب الرئيسي للمشكلة ومش مشكلة لو التكاليف زادت شوي عادي ممكن التكاليف تزيد allow the cost to increase من خلال إنه يصلح الroot cause السبب الرئيسي لمسبب المشكلة ولا الاختيار الرابع allow risk to increase يسمح للمخاطر إنه تزيد by cutting cost بإنه يقلل التكاليف طيب الإجابة B و D يعني هما طلعين أساسا من C C إنه هو allow cost يسمح للتكاليف إنه تزيد من خلال إنه يقضي على السبب الرئيسي للمشكلة فده يعني هو الاختيار المزبوط إنه أنا عايز أوصل فعلا للسبب الرئيسي ومش مهم التكاليف لإن الجود المانجمن دلوقتي قاله إحنا أهم شيء بالنسبة لنا quality فما جابوش سيرة الكوست يعني ما يهموكوش من التكاليف والوقت أهم شيء بالنسبة لنا الجودة فهو الإجابة دي هي اللي بتقول كده إنه أنا هقطع أو همنع السبب الرئيسي للمشكلة على حساب التكاليف حتى لو التكاليف زادت الاختيار B و D هما نبعوا من الاختيار ده بس بالخطأ يعني أزود أو أسمح للجدول إنه يقع من خلال إنه أنا أقل للتكاليف يعني ما لهاش معنى والأخيرة برضو قال له risk to increase أسمح للمخاطر إنها تزيد من خلال إنه أنا أقل للتكاليف هو ما تكلمش على هذا ده هو بيتكلم على الجودة طيب وفكس the problem as soon as possible لا شك إن هي مهمة إنه أنا عايز فعلا أصلح المشكلة بس الأهم منها إنه أنا أقضي على السبب الرئيسي root cause فالroot cause أفضل كإجابة من الإجابة A وإن كان الاتنين ينفعو لكن الbest فيهم هي C الاختيار الثالث لأن أنا بمنع المشكلة النهائية من خلال إن أنا بمنع سببها الرئيسي طيب السؤال الخامس A manager notices that a project manager is holding a meeting with some of the team and some stakeholders to discuss the quality of the project أحد المدراء لاحظ كده أن مدير المشروع عمل اجتماع مع بعض الناس في التيم والستيكولدرس عشان يناقشوا جودة المشروع جدول من زمن المشروع مضغوط CPI 1.1 CPI بتدل على التكاليف وطالما أكبر من واحد يبقى أنا موقفي ماليا كويس يعني under budget مش صرف أكتر من اللازم They have worked hard on the project The team has been rewarded according to the reward system هم شغالين بشكل جامد جدا والتيم حتى تكافئ بسبب قطع النظام المكافئات المدير المشروع and there is a strong sense of the team The manager suggests that the project manager does not have enough time to hold meetings about quality when the schedule is so compressed المدير ذات بيقول او بيكترح يعني المفروض مدير المشروع ذات لا يقوم بعمل اجتماعات لأنهم لا يوجد وقت كافي خاصة الجدول مضغوط Which of the following best describes why the manager is wrong أي مما يلي يعني يصف بشكل أكبر لماذا المدير ده اللي يتكلم على مدير المشروع لماذا المدير ده على خطأ الإجابة الأولى جودة المحسنة اللي هو الشغل اللي عمالي يعمله مدير المشروع من اجتماعات الجودة ده اللي بيحسن الجودة الجودة المحسنة دي هتقدي لي إنتاجية أزيد وكوست افكتفنس يعني فعالية التكاليف تبقى تزيد يبقى التكلفة فعالة يعني بمعنى ان هي بتكلف حاجة اقل او ارقام اقل من السوق مثلا او يعني الفلوس تمانها فيها يعني and decreased cost risk والمخاطر بتقل الاختيار الثاني improved quality leads to increased productivity decreased cost effectiveness and increased cost risk تحسين الجودة بيزود الانتاجية لكن بيقلل فعالية التكاليف وبيزود المخاطر المالية الاختيار الثالث improved quality leads to increased productivity increased cost effectiveness and increased cost risk وبيزود المخاطر improved quality leads to increased productivity decreased cost effectiveness and decreased cost risk لا شك ان هو يعني ايه التلات عناصر واحد بس تحسين الجودة بيحسن الانتاجية تحسين الانتاجية او تزويد الانتاجية مشترك في الاربع اختيارات بس عمال يلعب بقى في cost effectiveness والcost risk فلا شك ان انا لو عملت جودة كويسة اكيد ان هي هيبقى cost effectiveness هيبقى اعلى هتبقى فعلا الفلوس اللي بتفعها في محلها والcost risk هتقل وهيبقى فيه decrease للcost risk فبالتالي الاجابة الاولى هي الصحيحة السؤال السادس quality is الجودة هي meeting and exceeding the customer's expectation ان انا احقق وازيد كمان عن توقعات الا او ان اضغط اكترات حيش لتحرك الجودة او اضغط زيادة حيش ان اخلي الجودة فرحان او degree to which the project meets requirements الدرجة اللي عندها المشروع بحق المتطلبات او الصحيحة من الانتاجية الى المطابقة له اهداف المانجمينت طبعا السؤال مباشر لكن دعنا احنا نستبعد meeting and exceeding ده مش صح هذا كلام تسويق كلام ماركتنج اكتر لكن الصحف الهواليتي في البروجيكت مانجمينت ان انا اشوف المطلوب ايه واعمله ما بعملش اكتر منه لان هو ده اللي مطلوب فالمطلوب هو ده بس اللي بعمله مش بعمل ازياد منه تمام فميتنج اند اكسيدنج دي مش صح في البروجيكت مانجمينت ايه ايه ادنج اكسرا طبع على حساب مين ان انا بحط بزيادة يعني adding extra to make the customer happy عشان اخلي الكاستمر سعيد طب موضع على حساب شركتي يعني فده مش صح the degree to which the project meets requirements هو ده فعلا الاجابة الصحيحة الدرجة اللي عندها المشروع بيحقق فعلا المطلبات الاخيرة conformance to management objective موشقة طبيعي ان انا لازم ابقى يعني مطابق او ماشي مع الاهداف بتاعت المانجمنت بس اهدافهم يعني في الغالب بتبقى top level بتبقى الاهداف مش موضحة الجودة بتاعت التفاصيل بتاعتها يعني على سبيل المثال لو واحد بيقول انا عايز اعمل فندق مش هيتكلم بها في تفاصيل الخرصانة هتبقى الاجهات بتاعها كام والكلام ده كله فالكلام ده موديل المشروع هو اللي يعمله من خلال التصميم اللي هيتعمل تصميم عشان الفندق ده يستوعب ال dead load وال live load الاحمال اللي عليه فلازم انتبقى مقومة الخرصانة كذا كذا فبالتالي ساعتها دي بقت موصفة مشروع فالجودة هنا فعلا هي الدرجة اللي عندها project meet requirements المشروع بيحقق المتطلبات طيب السؤال السابع all of the following are tools of control quality كل ما يلي هي tools من control quality فيما عدا وجايب لي الاختيار الاول inspection الاختيار الثاني cost of quality الاختيار الثالث parito diagram الاختيار الرابع fishbone diagram طبعا الاجابة مباشرة الاجابة الصحيحة هي b cost of quality ده لان انا وانا بعمل planning للكوالتي بحط المعايير بحط خطتي فبالتالي ساعتها ابقى واخد في اعتباري موضوع التكاليف لكن في ال control control خلاص المعايير نفسها موجودة انا دخل بس بطبق بعمل inspection كده عشان اشوف فعلا الكلام مطابق بشكل ما ولا لأ واخد النتائج دي بقى وعمل لها تحليلات الاحصائية سواء كان ببريد ودياجرام او بغيره ولو عندي مشكلة ممكن انا افحص المشكلة دي بالfishbone diagram عشان اطلع الاسباب بتاعت المشكلة لكن ال cost of quality ما بدرسهاش في ال control دي بدرسها في ال planning بحيث ان انا انا بعمل planning للكوالتي فعايز احط ايه هي requirements المفروض تطلب الخطة بتاعت شكلها ايه فساعتها ممكن او ان انا بقى محتاج ال cost of quality اما في ال control quality فهي مش من ضمن الطول والتكنيكس طيب السؤال الثامن بريدو دياجرامس helps the project manager بريدو بتساعد مدير المشروع في ايه focus on the most critical issues to improve quality بيركز في اكثر مشاكل حارقة عشان يحسن الجودة ولا focus on simulating thinking انه يعمل محاكاة للتفكير explore a desired future outcome يستكشف كده future outcome الدخل المستقبلي المرغوب او المتوقع determine if a process is out of control يحدد هال process out of control لو استبعدنا نستبعد ال b وال c باعتبار انه مرهمش علاقة بالموضوع simulating the thinking حاجة خاصة بالthinking او خاصة بالتفكير فمالهاش علاقة ببريدو explore a desired future outcome برضو مالهاش علاقة لو عايز اعرف future outcome ده كده forecasting للموضوع اما بريدو بريدو عبارة عن انا باخد العناصر او المشاكل اللي عندي واشوف اسبابها ايه وابدأ ارتب الكلام ده احصائيا بحيث ان انا اعرف ايه هو السبب اللي لو منعته همنع معظم المشاكل ايه هي ال 20% من الاسباب اللي مسببة 80% من المشاكل زي ما قلنا قاعدة 20 20 او 20 80 انا عايز ان انا اعرف ايه 80% من المشاكل سببها ايه او او الاسباب القليلة اللي مسببها هي ايه فبالتالي الاجابة الصحيحة هي focus on the most critical issues الاكثر حرجا لان هي دي اللي مسببها معظم المشاكل فبالتالي بركز عليها عشان احسن الجودة السؤال التاسع a control chart helps the project manager control charts قلنا اللي بيبقى فيه اتنين limits limit فوق و limit تحت والداتا عملا رايحة جاية ما بين الاثنين control chart helps the project manager بيساعد مدير المشروع في ايه focus on the most critical issues to improve quality لقد قلنا دي بريته في السؤال اللي فات focus on simulating thinking or explore desired future outcome ولا determine if a process is functioning with set limits بيحدد هل فعلا العملية شغالة within set limits من خلال المت اللي تم وضعها او النهايات او الحدود المتفق عليها او لا وبالفعل هوا ده فعلا التعريف المشابه لها او الاصحي طيب السؤال العاشر testing the entire population wood اختبار ال population كله كنا قلنا لما خدنا sampling قلنا انا عندي population اللي هو كل الانتاج اللي عندي ده بنسميه في الاحصاء المجتمع وال sample اللي هي العينة يعني لو باخد مثلا عينات الخرصانة ما باخدش بقى من كل الخرصانات اللي جاية او من كل العربيات مثلا او من كل متر لا انا باخد بمعدل معين مثلا عندي piles مثلا او خوازيق تنفذت مثلا ما اريد اختبرها في اختبار loading test مثلا ما باخدبرش كل ال piles باخد عينة sample لو خدت الكوازيق كلها دي معناه ان انا باخد population كله فطبعا لا شك ان هو هيبقى ايه يعني effort كبير وهدفع فيه فلوس كتيرة ويعني هياخد وقت مني طويل جدا ان انا اختبرهم واحد واحد طيب testing the entire population would take too long ولا provide more information than wanted ها يديني معلومات اكتر من المطلوب ولا be mutually exclusive كنا قلنا mutually exclusive خاصة به الإحصائية اللي ما بتحصلش في نفس الوقت زي الملك والكتابة في الكوين ولا show many defects ولا بيبين عيوب كثيرة طبعا الإجابة بينه هو take too long بياخد وقت كبير بسبب انه هو ان انا ها عدي على item item واختبر كل العناصر مش بس sample منها طيب سؤال رقم 11 all of the following are examples of the cost nonconformance كل ما يلي هو امثلة من cost of nonconformance كنا قلنا على cost of quality بتنقسم لقسمين تكلفة الجودة فيه تكلفة للconformance عشان المنتج يطلع مطابق وتكلفة للnonconformance لو المنتج مطابق للمواصفة هتكبدها التكاليف دي فهو بقى عايز يقول انه كل ما يلي هو امثلة cost of nonconformance اللي هو بيحصل بعد المنتج ما تم انتاجه خلاص وتلع مش مظبوط او تلع مخالف او غير مطابق للمواصفة فالامثلة اللي جاية دي كلها تعتبر cost of nonconformance في معادة واحد مين هو الواحد ده هل ال rework ال rework conformance ال nonconformance ولا لا هل quality training ال scrap ال warranty cost ال nonconformance معناه انه خلاص خلصت المنتج وتلع بايز وتكلفت ال rework واحدة منهم فعلا لان انا عادي الشغل يبقى مش ديل انا مدور عليها ال warranty cost لضمان نفسه بتاع الاعمال لا شك ان هو برضو ايه واحدة منهم ال scrap انه ممكن المنتج ده يبقى بقى اخر ده وهتطر ان انا ايه يعني ارميه في المخلفات يعني بتاعت المشروع او ان انا ابيعه كاخور ده يعني وبالتالي quality training هي الوحيدة اللي فيهم مش nonconformance لان ده بعملها عشان المنتج يبقى conform يبقى مطابق بعملها قبل ما ابدأ انتج اساسا بدرب الناس انهم ازاي ينتجوا فبالتالي ده تعتبر cost of conformance مش nonconformance وبالتالي الاجابة الصحيحة الاختيار الثاني بي طيب سؤال رقم 12 standard deviation is a measure of how الانحراف المعياري B is a measure of how How far the estimate is from the highest estimate ولا How far the measurement الكياسات is from the mean بعيدة الدقيقة عن المتوسط بقية الكياسات ولا How correct the sample is الى اي مدى العينة صحيحة ولا How much time remains in the project في وقت متبقي متبقي ده ايه في المشروع طبعا لو استبعدنا الاخيرة دي ما لايش علاقة بالموضوع How much time remains in the project ما لايش علاقة نحن نشوف جودة standard deviation متاع جودة و estimate from the highest estimate الموضوع هنا مش estimation الموضوع ان انا بعمل quality control فجبت عينات واخدت مثلا data وقياسات وبدأت اعرف ايه المتوسط ومدى التشتت اللي بيعبر لي عنه standard deviation فهل هي correct the sample is الى اي مدى العينة صحيحة لا ملقاش علاقة انا بمثل data بتاعت العينات كلها اللي خدتها وما بقارنش بقى ساعتها هي صحيحة ولا مش صحيحة فبالتالي الاجابة المزبوطة هي How far the measurement is from the mean at the a القياسات بعيدة عن المتوسط وده اللي بيعبر عن تشتت النتائج هل الكيرفي بتاع standard deviation مفتوح ولا مقفول كل ما يبقى مقفول يعني النتائج قريبة من المين يعني standard deviation قليلة يعني النتائج دقيقة لكن لما standard deviation curve يبقى مفتوح قوي يحصل ساعتها يبقى تشتت كبير فبالتالي standard deviation الكبيرة تدي تشتت كبير فبالتالي الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني بي سؤال رقم 13 all of the following result from quality others جميع ما يلي ينتج من التفتيش على الجودة except فيما عدا أنهي فيهم determination of whether project activities comply with organizational policies تحديد ما إذا كانت أنشطة المشروع تتطابق مع السياسات المؤسسية ولا improved processes to increase productivity عمليات محسنة يعني بشكل أحسن يعني تنقيح للعمليات عشان أزود productivity ولا creation of quality matrix إن أنا بأنشئ quality matrix جديدة قياسات للجودة ولا confirmation of the implementation of approved change request تأكيد على تنفيذ أمر التغيير المعتمدة هنجد موضوع audit معناه أنه أنا بعم بشوف الناس بتقول quality control بيطبقوا الstandard وال policies بشكل كويس ولا لا وهل العمليات اللي إحنا عملينها دي فعالة ولا محتاجة تحسين زيادة فبالتالي تحديد الاختيار الأول تحديد إذا كانت المشروع متطابقة مع policies ولا فده فعلا واحد من نتائج ال audit إن أنا أشوف فعلا policies دي هل الأنشطة متطابقة معاها هل فعلا بيتطبق الكلام ده ولا ما بيتطبقش كstandard أو policies improved processes to increase productivity لا شك أن لو لقيت في بروسس مش كويسة في ال audit هعمل لها تحسين فبالتالي هينتج عني هينتج عندي improved processes عمليات محسنة طيب الاختيار الأخير confirmation of the implementation of approved change request لا شك أن أنا وأنا بعمل quality audit بقدر أعرف فعلا هل تنفذ أوامر التغيير المعتمدة ولا لا لكن الاختيار C creation of quality metrics ده بيبقى في البداية في ال planning وأنا بعمل planning أريد أعرف ما هي المتريكس اللي أنا هاقسها لكن مش طلع من quality audit وبالتالي الاختيار C التالت هو الاختيار الصحيح سؤال 14 control chart shows 7 data points in a row on one side يعني في control chart اللي هو بيقس القياسات ما بين الخطين بتاع control لقينا ان القياسات مش ماشية random لأده فيه سبع نقط وربعض موجودين على نفس النحية من الكرف أو من الخط بتاعهم المين بتاعهم what should be done المفروض يحصل الاختيار الأول perform a design of experiment أعمل تصميم لتجربة ولا adjust the chart to reflect the new mean أعمل adjustment أو تعديل للتشارت عشان يرفلكت المتوسط الجديد أشوف المتوسط الجديد بقى فين وأغير في التشارت نفسه عشان خطر السبع نتائج دول ولا الاختيار الثالث find an assignable cause أحاول أوجد السبب اللي كان هو السبب في الموضوع ده يعني أحاول أعرف السبب إيه في السبع نقطة دول أسميه assignable cause ولا nothing مفيش حاجة this is the rule of seven and can be ignored دي رول اسمها rule of seven وممكن أن أنا أهملها طيب الاختيار الأول design of experiments ما لها علاقة design of experiments مثلما أدرس يعني تأثير متغير على متغير وفي متغيرات كتير وعايز أن أنا أعرف المتغيرات الكتير دي تأثيرات هاي من غير ما أعد أغير واحد واحد فأغيرهم كلهم مرة واحدة عشان آآ أدرس التأثير مرة واحدة بدل ما أعد أعملهم مرة مرة المتغير والاختيار الثاني adjust the chart to reflect the new mean لشك أن ده أغير المظبوط يعني أنا أغير المتغير عشان ترضي النتائج فده مش صح طب هل أن أنا أدور على assignable cause ولا ما أعملش حاجة لأنه دي rule of seven لو دي rule of seven بس كده وسكت لكن نقل كمان and can be ignored وتهمل لا بالعكس طالما في حاجة زي كده ده اسمه out of control معنى أن في حاجة out of control يبقى محتاج أن أنا أعرف السبب بتاعها على سبيل المثال لو أنا كان ده أن النقطة خرجت برا control limits طب هقول ليه خرجت وهبدأ أن أنا أحاول أعرف السبب إيه وهل في منتج تلع بايز ولا إيه بحيث أن أنا أخد action نفس الحكاية rule of seven لما لاقي سبع نتائج جم ورا بعض على جنب واحد لا يبقى الموضوع كده مش مش عشوائي لا ده في سبب معين خليهم كلهم يجوا على الجنب ده يبقى حاول أن أنا أعرف إيه هو assignable cause إيه السبب اللي يمكن تخصيصه لهذه المشكلة أو إيه هو السبب اللي كان الأساس ورا الموضوع ده فبالتالي الإجابة هي C طيب السؤال رقم 15 You are managing a project in a just in time environment 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 jet just in time يعني لما تحتاج البضاع تبقى أجيبها دلوقتي لا تعمل سطور كبير jet just in time لما تحتاج التوردات المنتجات الخام أو المواد الخام التي تستخدمها لتصنيع المنتج لما تحتاجها أجيبها لا تجيبها وتركها في المخزن هذا التكنيق jet سيحتاج لك تركيز زيادة لأن المخزن المقدار المقدار مقدار أو كمية المخزن في هذا الموضوع يكون 45% أو 10% أو 12% أو 0% فعلا الإجابة مباشرة هي الإجابة الأخيرة 0% لا يوجد أي مواد في المخزن وهو تكنيق jet يقول لك طالما أنت لا تجيب شيء وتركها في المخزن فالإجابة هي D الإجابة الرابعة يعني بكده نبقى خلصنا جزء من الأسئلة أسيبكم إن شاء الله تخلصوا البيت الأسئلة ويعني حاولوا تحسبوا لنفسكم rate وتكتبوه والحاجات اللي بنقف فيها أو الغلطات اللي بنقف فيها في الأسئلة اكتبوا الغلطة كانت إيه وحاولوا أن أنتوا تعلموا من الغلطة دي يعني حاولوا أن نكتب سطر واحد كده في النوتس بتاعتنا إيه اللي استفدناه من السؤال اللي غلطنا فيه ده عشان تثبت في دماغنا لما نراجعها تاني وإن شاء الله ما عادنا يوم السبت الجاي في الشابتر الجديد بتاع الهيومن رسورس الشابتر اللي الناس كلها بتحبه بسبب التعامل مع الناس وكيفية تحفيز الفريق العمل واستعدوا كده إن شاء الله وكلنا نبقى جاهزين على يوم السبت للشابتر الجديد وبالتوفيق بإذن الله اشتركوا في القناة